القوة الحماس الإرادة الوقت أهم ما يميز مرحلة الشباب وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة إما أن تستثمر في البناء والتقدم وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل فلابد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آثاة العصر فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم اهتمام بالمظاهر الجوفاء حب للظهور والشهرة علاقات محرمة لهو وتضييع للأوقات اهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل أصدقاء السوق ارتياد أماكن المحرمات المخدرات والمسكرات الخوض في الفتن اعتناخ الأفكار المنحرفة تأثر بالشبهات العقدية البطالة وانعدام المسؤولية فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية البيئة الصالحة القدوات المميزة فلابد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلى